هذا وقد أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري أهمية نيقاد ملتقى البحرين للحوار تحت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي يُعقد تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تزامنا مع زيارة الرسمية التاريخية لقدست البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلمية لدعوة جلالة الملك المعظم موضحا أن ملتقى البحرين للحوار ضرورة من الضرورات التي تعين الإنسانية على فعل الخير والتعاون المشترك وإقرار مسيرة الأخوة الإنسانية وثمن فضيلته نيقاد هذا الملتقى من أجل التعايش الإنساني تحت الرعاية السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالتزامن مع زيارة الرسمية التاريخية لقدست البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم وبمشاركة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين ورمز وقادة وموثل الأزيان حول العالم إضافة إلى مجموعة كبيرة من المفكرين والإعلاميين البارزين